اليوم عنا تمارين داعمة حول العداد الكسرية ملخص شامل لهذا الدرس الذي تطرقنا إليه لا بالنسبة للسنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة اليوم عنا خريطة دهنية لهذا الدرس إذن الأعداد الكسرية سنرى فيها التمثيل كيف نمثل الأعداد الكسرية ثم كيف ننتقل من العدد العشري إلى الكسري ثم من الكسري إلى العشري ثم توحيد المقامات ثم مقارنة وترتيب كيف نقارن ونرتب الأعداد الكسرية ثم الإختزال هذا بالنسبة للورقة الأولى بالنسبة للورقة الثانية كذلك في موضوع الأعداد الكسرية كيف نجمع الأعداد الكسرية ثم الفرق بالطرح ثم الجداء ثم القسمة ثم في النهاية توظيف الأعداد الكسرية في مساء إذن هذه المواضيع التي تطرقنا عليها سقريبا خلال مجموعة من الدروس إذن هذا يعتبر كملخص لتلك الدروس إذن نبدأ بالتمثيل الأعداد الكسرية إذن ألاحظ الأشكال التالية وأكتب في كل خانسين العدد الكسري الذي يمثل المساحة الملوانة إذن سوف نبدأ بهذا المثال الأول هذا الشكل إذن لكي نحدد العدد الكسري نحسبه جميع المربعات أو المستطيلات التي لدينا ونضعها في المقام لأن العدد الكسرية تكون من بسط ومقام إذن لدينا جوج أربعة ستة وستة طناش إذن في المقام لدينا طناش وفي البسط العدد المستطيلات أو المربعات أو الأشكال الملوانة إذن هنا لدينا واحد إذن هذا العدد الكسري يمثل 1 على 12 بالنسبة للشكل الثاني إذن عدد المثلثات الإجمالي الذي سوف نضعه في المقام بطبيعة الحال لدينا أربعة إذن أربعة وعدد المثلثات الملونة 2 إذن هذا العدد الكسري يمثل 2 على 4 بالنسبة للحالة المولية لدينا مقسم هذا المربع إلى 8 متلثات إذن في المقام العدد الإجمالي لدينا المثلثات هو 8 وعدد المثلثات الملونة هو 3 إذن هذا العدد الكسري يمثل 3 على 8 بالنسبة للحالة الرابعة لدينا أربعة في أربعة إذن مجموع المربعات أو المستطيلات هو 16 لأنه 4 في أربعة 4 كطول و4 كعرض إذن هو مربع إذن أعدد المربعات الملونة جوجة أربعة 6 إذن هذا العدد الكسري يمثل 7 على 16 هذا من التمارين اللي يمكن نتلقوها في الفروض أو في امتحانات أو غيرها كيف نمثل عدد كسريا؟ كيف نخرج عدد كسري من تمثيل؟ هنا خرجنا عدد كسري من تمثيل بالنسبة للحالة الثانية العكس يمكن يعطونا عدد كسري ونفسنا نمثله في أحد تمثيلات يمكن نمثله في مستطيل يمكن نمثله في دائرة في قرص يمكن نمثله على مستقيم مدرج هذه هي التمثيلات المحتملة إذن باعتبار الشكل وحدة لقياس سطح إذن كيف نمثله نعتبره هذا وحدة هذا كله يمثل الوحدة إذن هذا الوحدة نرى ما قسمناه قسمناه على عشرين واحد جوجة ثلاثة أربعة أربعة فخمسة عشرين وإذا نريد أن نلونه بالأحمر نلونه بالأحمر سطحا مساحته سبعة عشرين إذن نتأكد بأن هذا الوحدة مقسم عشرين لكي نستطيع أن نلونه إذن ذا باكي نلونه بالأحمر وإذا نقوم بعملها هذه السطح إذن هنا سبعة عشرين سنأخذ سبعة الموصة طيلة وكأنها خمسة ثم سنزيد الجوج إذن هذه 7 على 5 7 على 20 أكون إذن 5 على 6 إذا نحن بالأخضر سطحاً مساحته 10 على 20 10 على 20 يعني سنأخذه 10 ليل المستطيلات الصغيرة من 20 الذي هو العدد الإجمالي يعني كنديرو العدد العملية العكسية اللي درناك بها إذن هنا قد نأخذ 20 إذن 20 مستطيل إذن هذا هو إذن هذه 10 من 20 إذن لدينا جوج 4 6 من 10 إذن هذا هو الكسر الأخضر الذي يمثله 10 على 20 ما هي مساحات الجزء المتبقي إذن الجزء المتبقي هو الجزء اللي يبقى بالأبيض إذن كم يمثل يمثل بطبيعة الحال دائماً فش نجي ونصيغه نخرجه العدد الكسرين من تمثيل نرى ما حالنا الإجمال إذن في الإجمال عندي 20 وإذن الخانات التي هي بقية 3 إذن يمثل 3 على 20 إذا بل جمعنا 7 مع 3 مع 10 تعطينا 20 على 20 و20 على 20 تساوي 1 وطبيعة الحال هذه هي هذا هو المفهوم لها الوحدة إذن ننتقل إلى الجزئية الموالية والأمر يتعلق بمن العاشري إلى الكسري ومن الكسري إلى العاشري إذن في بعض الأمرات مثلاً كنكونوا كننجزوا بعد تمارين وكانوا اضطروا أننا نحول عدد الكسري إلى عدد عشري وعدد عشري على حسب الحالة ولهذا العملية هذه تحويلات هذه من عشري إلى كسري ونحن نكونوا مدربين عليها وبالتالي فهذا من المواضيع المهمة في الأعداد الكسرية إذن عندنا 5 واكتب على شكل عدد كسري إذن 5 هو عدد صحح عشري لأن 5 رأي 5.0 كل عدد صحح فهو عشري ولكن ليس كل عدد عشري هو صحح وبالتالي هذا وكل عدد صحح فهو كسري علش كسري لأنه نحن نعرف بأنه كين واحد لما قام من التحت اللي هو واحد وبالتالي 5 إذا بغينا نحوله على شكل عدد كسري هو 5 على واحد وقتش كنحتاجوا هذه العملية فش نكونوا كنوحدوا المقامات فش نكونوا كنحسبوا المجموعة ديال الأعداد الكسرية كنضطروا أننا نخرجوا ذاك الواحد اللي كان مخبي ولكن فش ما كنحتاجوه فش نخليوه مخبي ولكن في الوقت اللي نحتاجوه كنخرجوه وكنبينوه باش كنستعملوه بالنسبة للعدد الثاني العدد الثاني عندي الصيفر فاصيلة 25 هذي كنت تسمى 25 جزء من المئة وبالتالي فإلا بغينا نحولوها على شكل عدد كسري كننحطوه في المقام مئة و25 إذن هي 25 على مئة إذن شي مرات كيكون لدينا عدد كسري وكننا بغينا نحولوه كسري إذن لهذا سنكونوا كنعرفوه بأنه إذا كان عندي رقم مر الفاصيلة كندير على العشرة كان عندي رقمين على مئة كان ثلاثة على ألف وهكذا سفر فاصيلة واحد عندي رقم واحد بعد الفاصيلة اللي هو الأعشار وبالتالي فهو يمثل واحد على عشرة ولهذا يسمى العشور لماذا يسمى العشور؟ لأنه واحد على عشرة كذلك كنا باش نتخلص من هذا الرقم بعد الفاصيلة ونرتجع على عدد كسري سوف ندير تلقاش كنشوف شحل حييت ثمن رقم بعد الفاصيلة هنا حييت واحد إذن كندير على عشرة هنا حدفت جوج لأن العلمية هنا حدفت واحد إذن على عشرة وهكذا نتقلنا من عدد عشري إلى عدد كسري اكتب على شكل عدد عشري في بعض المرات كذلك كيكون عندنا مثلا فاش نكونوا كنقارنوا الأعداد عندنا مثلا خمسة الأعداد عشرية واحد كسري وبغينا أن القارنوا هارتبوها إذن في هذه الحالة كنا نضطروا أننا نحسبوه الرجوع عشري إذن شي مرات خصنا نستعملوا هذا الشيء اللي هنشوفو دابا إذن 56 علامية مدام كيكون العدد مقسوم علامية فنحطوه صيفر فاصيلة كرجعون جوج أرقام بعد الفاصيلة إذن صيفر فاصيلة 6 و 5 إذن هذا كعدد عشري هذا كسري وهذا عشري وهما متساويا 3 على 12 3 على 12 نقسمها كنستعمل العملية القسمة اللي درسنا ونضغير 3 على 12 حتى نسالي القسمة وتقول لي عندي مضبوطة إذن 3 على 12 لا يمكن إذن الصيفر كنزيد الصيفر 30 نقسمها على 12 كنت أعطيني جوج جوج في 12 24 30 نقص 24 6 كنزيد الصيفر 60 نقسمها على 25 5 في 12 60 60 نقص 60 الصفر. إذا هذا هو ولأن القسم يجب أن يكون مضبوطة. ضروري. الخارج يجب أن يكون مضبوطاً والباقي الصفر. إذا ثلاثة على ثمش مدى تمتيل صفر فاصيلة خمسة وعشرين. إذا هذا بالنسبة لثلاثة على ثمش. بالنسبة لخمسة على عشر. خمسة على عشر نتعامل معها معاملات خمسة وستين علامية. ستة وخمسة علامية لأن قسمنا علامية حركنا لفاصيلة جوج مرة. تبقى الفاصيلة كتخلق صفر. هنا لا شيء صفر. سنقوم بعمل واحد فاصيلة واحد. يعني كنزيح الفاصيلة لهذه الجهة بواحد. إذا ستعطينا واحد فاصيلة خمسة. إذا سنرى واحد المثال مثلا عندي الحلقة على علامية. إذا في العدد الصحيح الفاصيلة كنعتبرها هنا. علامية عرفان. إذا الفاصيلة هنا. ومدام قسمين علامية كنحرك الفاصيلة واحد جوج وكسعطيني ثلاثة فاصيلة خمسة سبعة. فش كيكون عندي على عشرين العشرة. مثلا على العشرة. الفاصيلة في العدد الصحيح كتتعتبر هنا. إذا كنحركها غير مرة. إذا كتبلي هنا. مثلا عندي عدد عشاري. خمسة وعشرين فاصيلة سبعة. وبغي نقسمها علامية. إذا أنا عندي خمسة وعشرين فاصيلة سبعة الفاصيلة هنا. عندي قسم علامية. غنحرك جوج مرات. ما كنلقاش عدد كنفدير صفر. ذلك هكذا. هنا حولت عدد كسري إلى عدد عشرة. إذن الحالة الأخيرة جوج على أربعة. جوج على أربعة هي صفر فاصيلة خمسة. هذه خسار قسمة. كما درنا هنا يا. هذه سعطينا صفر فاصيلة خمسة. إذن ننتقل إلى توحيد المقام. توحيد المقام. باش نوحد المقامات كنشوفوه المضاعف المشترك الأصغر. اللي شفناه في واحد الدرس دي المضاعفات والقواسين. إذن هاجوج أعداد. شكونا هو المضاعف المشترك الأصغر. إذن لدينا ثلاثة الحالات. إما كيكون واحد المضاعف للآخر. إما كيكون واحد المضاعف أقل من الجوداء من ساعهم. بهالعدد المقامين أو اللي كيكون الجوداء من ساعهم. إذن في هذه الحالة سنوحد المقام بطبيعة الحال بخمسة وسبعين. إذن خمسة وسبعين هي خمسة وخمسة. إذن عندي خمسة واربعين على خمسة وسبعين. سوف ندخل لها هي. لا نحديها. لأن خمسة وسبعين هو الهدف دينا كمقام. ومدام ما نغير المقام فلا نغير البسط ولكن ثلاثة على خمسة نضرب هنا في خمسة ونضرب هنا في خمسة ونضرب هنا في خمسة. لأنه هو المقام الموحد. وبالتالي ستعطينا فوق 45 و المقام 75. وهكذا يكون وحدة لهم المقامين. إذن وحدة المقام العددين الكسريين. إذن هذا هو اللي عنده 15 في المقام وهذا 15. بالنسبة لهذه الثلاثة لأعداد نوحدهم المقام. إذن مثلا إذا وجيتني وحدة بين جوج 7 مع 21. عندي نضرب 7 في 3 سعطينا 21. مزيلا. بين هذا وهذا 7 في جوج سعطينا 14. ولكن بين هذا وهذا لا. سنشوفوا شيء. إذن المقام الموحد سيكون هو 42. 42 كمقام موحد لهذه الثلاثة للأعداد. لماذا 42؟ لأن 14 ضربناها في 3 سعطينا 42. 21 ضربناها في جوج سعطينا 42. و 27 ضربناها في 6 سعطينا 42. إذن كما هنا ضربناها في 6. وهنا ضربناها في جوج. وهنا ضربنا المقام في 3. فكما ضربنا المقامات في هذا العدد سنضرب هذا البسط في هذا العدد. إذن هنا سنضربها في ثلاثة. مادام ضربت المقام في ثلاثة. نضرب البسط في ثلاثة. لكي نكون عادل. إذن ثلاثة إلا ضربتها في 4 كسعطينا 12. وبالتالي 12 على 42. كي يقول عندي العدد. إذا بغينا يكون موحد المقام. هنا ضربت في جوج فتال البسط. نضربه في جوج 5 كسعطينا 10. إذن هكذا. هنوحد المقام. هنا المقام 42 ضربت في 6. إذن 3 نضربها في 6. لكي نحقق التوازن العدد الكسري ديالي. إذن 6 في 3 18. إذن ننتقل إلى المقارنة والترتيب. ورتبوا الأعداد الكسرية ترتيبا تزايديا. إذن لكي نرتب الأعداد الكسرية. إما كيكون عندي مقام موحد بحال هذه الحالة. إذن ساهل باش نرتبها ترتيبا تزايديا. إذن تزايديا كنعرف تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر. إنه غادي وكان كبر. تزايدين غادي وكان زيد. إذن شكون مادم هذا الأعداد موحدة المقام. فأكبرهم هو اللي عنده أكبر مقام. وأصغرهم أعفون. أكبرهم هو اللي عنده أكبر بسط. أصغرهم هو اللي عنده أصغر بسط. إذن ده باش كل عدد اللي يجي هنا اللي عنده أصغر بسط. بطبيعة الحال هو ثلاثة على سبعة. إذن هنا ثلاثة على سبعة. هذا رتبت. سوف ندوز العدد الثاني. ربعة على سبعة. ثم من بعد منه. حدراش على سبعة. ثم من بعد منه. خمسطاش على سبعة. إذن هكذا. إذن فش يكون عندي المقام موحد. ما سهل ترتيب الأعداد الكسرية. ولكن فش ما كيكون المقام موحد. خسنين موحد المقام. ولهذا هنا تعلمنا توحيد المقام. لا تعلمنا توحيد المقام. هذا غير دايزين. لا. توحيد المقام ينفعونا في المقارنة والترتيب الأعداد الكسرية. وينفعونا في الجمع والطرح. سنرى في السبعة المولية. إذن ده بهاد الأعداد. سننوحد لها المقام. عندي 12 ستة ثلاثة. إذن شكون أول مقام موحد هو 12. لأن 12 مضاعف ديال 6 ومضاعف ديال 3. إذن أول شيء سننوحد له من المقام. وينفعونا ثلاثة في مقام 12 لكي نرتبهم. إذن على 12. على 12. على 12. إذن هذا العدد كي نريد على 12. ما هو سنلت أوله؟ سنوحدنا ما نضع المقام الأولى مثلا المقام الأولى. ضربتها إلى 4. إذا نسبعا نضربها إلى 4. إذا سبعةا ضربتها إلى 4. بسببا 28. هذا الأمر للإعادة في المقام. الآخر، كان عندي المقام ليله 6. ومن بعد نريد أن أرده 12. ما الذي أطلت إلىه أن نضربته؟ إذا نضرب في جوج 1 جوج كسطين يجوج العدد الثالث كان مقامه 12 بقى 12 إذن ما غادش نحادينا الخمسة طنكو ما حاديش المقام ما غادش نحادي البسط وبالتالي غاد نكون بطبيعة الحال وحد المقام اللي أصبح مقام عندي موحد بين هذه الأدد إذن كنلاحظوا بنا هذا 12 12 12 إذن دفع قلينا نرتبوهم ولكن هل نرتبوهم بمقامهم الموحد؟ لا هل نرتبوهم بمقامهم الأصلي نحن سوف نستعملنا سوحيد المقام من أجل معرفة ما الذي سيكون أصغر وما الذي سيقوم بترتيب تزايدي إذن ما الذي سيكون صغير فيهم الذي لديه أصغر أصغر بسط إذن هو جوج على 12 إذن يعني جوج على 12 كتساوي 1 على 6 نأخذ 1 على 6 ثم عندي 5 على 12 هو المراح إذن 5 على 12 أصلا بقى هو هو بحيث ما غيرناهش ثم في النهاية عندي 28 على 12 هو أكبرهم إذن 7 على 3 إذن هذا هذه مرحلة انتقالية فقط لتوحيد المقام من أجل من أجل الترتيب والمقارن فقط إذن سوف نمشي الجزئية الأخيرة في هذه الورقة إذن اختزال إذن متى نستعمل الاختزال؟ إذن نستعمل الاختزال كيف نحسبه مثلا ضرب أو قسمة دي الأعداد الكسرية أو مجموعة أو طرح نريد أن نختازل لأن العدد بلس كيتختازل بلس كي يأتي سهل العدد الكسري ما أحده كيتختازل كنحكمه ما أحد العدد كبير مثلا خمسمية أو سبعة وثمانين أعداد 300 كي يأتي عدد كسري صعيب ولهذا الاختزال عنده واحد دور كبير في الرياضيات إذن هنا الاختزال إذن عندي 16 و 12 16 و 12 يجب أن نرى ما هو العدد الذي يقسمهم بجوج ويكون أكبرهم فنرى كيف يقسمهم بجوج سنرى إذا قسم 16 على جوج كساطين 8 أو إذا قسم 12 على جوج كساطين 6 ولكن نرى ما زال الباقين نقسم على جوج إذن سنقسم على 4 16 إلى قسم 4 كساطين 4 12 إلى قسم 4 كساطين 3 ونرى الناتجة 4 على 3 إذن هذا مزيئ إذن 16 سنقسمها على 4 و 12 سنقسمها على 4 إذن 16 إلى قسم 4 و 12 إلى قسم 4 ثم 3 وبالتالي ما عندي في نزيل سوف اختزلت العدد الكسري وصلنا إلى المدين وهذا ما عنا ما نديره سنقسم العدد الكسري الثاني إذن عندي 24 و 27 نرى أنها لا تقسم على جوج هذا لا تقسم على جوج ولكن نرى أنها تقسم على 3 لأنها جمع الرقمين هنا 4 وجوج ونضعنا 6 6 من المضاعفة ثلاثة هنا 7 وجوج من المضاعفة ثلاثة إذن هذا يقسم على ثلاثة وهذا يقسم على ثلاثة سنقسم 24 وقسمها على ثلاثة و 27 سنقسم على ثلاثة 24 قسمها على ثلاثة سعطي 8 و 27 قسمها على ثلاثة وتقطي تسعود وبالتالي ما علينا نزيله لماذا? لأن حدوث يستقسم على ثلاثة للا على الشع SAL هذا كذلك كي تقسم على ثلاثة ولكن ما كي تقسمش على جوج هذا كي تقسم على جوج إذن كنبقى كامتطوني حتى كنعرف بأن صفي وصلت بأن الأعداد باستعمال ذيك الأعداد اللي كنا تعلمنا القسم عليها على جوج على ثلاثة على خمسة على تسعود على عشرة إذن هنا يا غد نشوف هدين العددين قابلنا القسم على خمسة لماذا؟ لأن هذا وحدته خمسة وهذا وحدته الصفر هذا الشيء هنا في المضاعفات والقواسيم إذن خمسة يقسم على خمسة وعشرة يقسم على خمسة وثلاثة طين واحد على جوج واحد على جوج غير قابل الاختزال ستة وثلاثين ستة وثلاثين قابل القسمة على جوج قابل القسمة على ثلاثة قابل القسمة على تسعود قابل القسمة على طماش تمانية واربعين كذلك قابل القسمة على طماش قابل القسمة على جوج قابل القسمة على غير قابل القسمة على قابلة قسمها على ثلاثة نعم لأنها مجموعة ثماشية إذن سنقسمها على ثماشية هنا يظهر بأن 36 تقسم على ثماشية و 48 تقسم على ثماشية 36 قسمنا على ثماشية ثلاثة و 48 قسمنا على ثماشية إذن هذا هو الاختيزال كان لدينا الوقت أكثر و ندرنا عدة عمليات لأن الاختيزال الذي نتعلمه بكثرة التدريبات والتمارين ننتقل إلى صفحة الموالية إذن صفحة الموالية المجموعة المجموعة أحسب ما يريد إذن دبع عندي هنا ثلاثة هذه العمليات ما سنوضف فيهم؟ سنوضف فيهم سوحيل المقام سنوضف فيهم التحول من عدد عشري إلى عدد كسري هذا هو ما الأمر الذي سنوضف هنا عندي عدد عشري يجب أن نحول عكسري فهذه الجزئية نتعلمها لأننا سنحتاجها هذا هو الرياضيات هو مادة متسلسلة يعني حاجة تحتاج حاجة دائما نكون واحدة رابط إذن سنبدأ بالعملية الأولى لدينا خمسطاش على جوج زائد سبعة على ثلاثة هل المقامان موحدا؟ لا إذن يجب أول حاجة أن ننوحد المقامين فالمقام الموحد هنا هو ستة هنا باش نوصل الستة نضرف ثلاثة إذن تلفق نضرف ثلاثة خمسطاش إذا ضربتها في ثلاثة ثلاثة باش نوصل الستة نضربها في جوج إذن سبعة في جوج دفاع نجمعه في مقام واحد مادم توحدوا المقام سنضعهم تحت مقام واحد لأنه أصبح مقامه موحدا إذن خمسة واربعين زائد أربعطاش خمسة واربعين زائد أربعطاش ونجمع إذن أربعة زائد خمسة تسعود واحد زائد أربعة خمسة إذن تسعود وخمسين على ستة هل هذا قابل الاختزال؟ نشوفوا هذا كي يقبل القسم على جوج وثلاثة هذا السعود يلازم على خمسة كتعطين أربعطاش إذن غير قابل الاختزال وبالتالي قد نقفوها العملية المولية هي عملية الطرح كان علينا ندرها في الطرح لا مشكلة خمسة على ستة ناقص أربعة على خمسة المقام الموحد هل المقام موحد؟ لا إذن مقام الموحد بين خمسة وستة هو ثلاثين ثلاثين إذن عنا ثلاثين أصغر مقام هو ثلاثين إذن ستة لنصل إلى ثلاثين كان بربها في خمسة إذن خمسة نضربها في خمسة خمسة وعشرين خمسة باش نوصل إلى ثلاثين كان بربها في ستة ستة إلا ضربتها في أربعة وعشرين سأضعهم تحت مقام واحد وبالتطرح إذن خمسة وعشرين سنقسم منها 24 إذن ستعطيني واحد على ثلاثين هل هذا قابل الاختزال؟ طبعا لا العملية الأخيرة وعندنا خمسة على ستة زائد صيفر فاصلة خمسة وعشرين إذن صيفر فاصلة خمسة وعشرين هو عدد عشري خصنا نحوله للكسري باش نديروه المجموع إذن خمسة على ستة زائد صيفر فاصلة خمسة وعشرين هي خمسة وعشرين على مية ما هو المقام الموحد؟ ستة مية هنا أقل نصل الى ستة مية سنضرب هنا في مية وهنا في مية تعطيني خمسة مية هنا سنضرب هنا في ستة وهنا في ستة 6 في خمسة وعشرين سنفر بằngي نق لديري نضرب آخر في جوج وعند خمسة وعند خمسة إذن هنا سنضرب إلى ستة مية تغطين على مجموع ستة مية وخمسة الإسلام على ستة مية هل هذا قابل الاختزال؟ طبعا نقسم هذا على عشرة 65 ونقسم هذا على عشرة 60 هل قابل الاختزال مرة أخرى؟ نعم قابل الاختزال على خمسة 60 على خمسة 13 65 على خمسة 13 60 على خمسة 12 وهنايا نوصله لآخر الاختزال إذن سنتقل الفرق إذن سنتقل الفرق إذن سنتقل المقام المقام لديه 9 إذن هو المقام الموحد إذن هذا ما سنغيره سيبقى هو لأنه مقامه 9 هنا سنضرب في 3 وهنا سأضعني 3 على 9 ثم خمسة نقص 3 على 9 خمسة نقص منها 3 جوج على 9 العملية الموالية لديه 6 هو المقام وهنا 18 المقام الموحد هو 18 لأنه 18 من مضاعفة 6 إذن سنضرب هنا في 3 والفق في 3 جوج على خمسة هذا ما سنغير مقامه إذن سيبقى هو خمسة نقص منها 11 جوج على 4 على 18 قابل الاختزال نعم على جوج 4 إذا قسمتها على جوج جوج 18 إذا قسمتها على جوج جوج على 9 إذن لاحظت نفس النسيجة خرجاته ولكن بأعداد كثرياته مختلفة هنا إذا عقلته في كيباشك نحوله عدد إلى كسر إذن هذه الجوج نرمال ما هي جوج على 1 نقص 3 على جوج إذن المقام هنا 1 والمقام هو جوج إذن المقام الموحد هو جوج إذن هنا سنضرب في جوج إذن هذا بالنسبة الضرب الفرق دي الأعداد الكسرية هذا بالجوداء الجوداء كيف نتعامل مع الجوداء ليس كما نتعامل مع مع الجمع والطرح لا المجموع شيء آخر إذن ما كان وحدوش المقام في الجوداء الجوداء كان ضربوا البسط في البسط والمقام في المقام عندي عندي البسط هنا 7 وهنا 5 إذن نضربهم بعضياتهم ستعطيني 35 والمقام جوج 3 نضربهم بعضياتهم 6 إذن العملية تطرب سهلة 11 نضربها في 3 ستعطيه 33 40 نضربها في 25 البسط في البسط 15 15 ثلاثة 15 سبعة فعشرة سبعين ولكن هذا قابل الخسيزة هذا قابل الخسيزة لماذا؟ لأن هذا قابل القسم على 5 سيأتينا 3 وهذا قابل القسم على 5 سيأتينا 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 نعم هنا أعني 13 سيأتي بسبعة إذن 13 سيأتي بسبعة سيأتي بسبعة ثم سبعة ثم فواحد سبعة والجوج هي 9 إذن هل هذا قابل الاختزال لا هذا لا يقبل القسم لا على ثلاثة لا على اثنان لا على تسعة لا على اه عشرة لا على خمسة وبالتالي غدا يبقى هذا العدد الكسري كما هو اذا ننتقله الى العملية الموالية عندي 14 سنضربها في جوش كسعة 28 على خمسة في ثلاثة خمسة هل هناك اختزال لا لا يوجد اختزال 13 سنضربها في 14 و 17 سنضربها في 12 اذا هنا سنضرب عمليات ولازتعمل الكالكولاتريس اللي بغيت لازان الموالية ثلاثة في اثناثة في اثناثة ثلاثة في اثناثة ثلاثة في واحد ثلاثة في اثناثة اربعة واحد في واحد 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 précisنا champagne 8ا 182 كالمع Mer ό rättى 187-1 جوج و 113 و 8 حمسة 7 7 1x1 و 10 bom إذن هذا قابل الاختزال بجوج 182 تقسم على جوج كساطيني 91 وهذه تقسم على جوج كساطيني 100 وجوج هل بقي اختزال لأن هذا مجموع عشر هذا مجموع ثلاثة هذا يقبل القسم على ثلاثة ولكن هذا لا إذن ننتقل إلى القسمة القسمة هي كنا أعتبروا أن الضرب والقسمة مرتبطة كما أن الجمع والفرق والفرق تهم مرتبطة ضعدياتهم كنا أعتبرهم بحل خوت بحل خوت هنا القسمة دائما تكون هي الجزء الآخر ديالها والطرف الآخر نساعها هي الضرب والضرب طرفه الآخر هو القسمة إذن وبالتالي في العدد الكثيرية كنجيو نحسبها كنقلبه البسط ما قام ديال العدد الثاني فقط وكنحولوها إلى الضرب إذن كنت عندي قسمة كنحولها إلى الضرب كنخلي العدد الأول كما هو وكنضرب في المقلوب ديال العدد الثاني يعني ستة على سبعة إذن النتجة تكون هي 42 في ستة على 18 في سبعة ولكن أنا بالنسبة لي هنا نختاز العدد نحسب لماذا؟ لأن هنا ستة سوف نقسمها على ستة هنا سوف نقسم على استة وهنا ستة هي هذه الواحد وهنا الى قسمته على ستة ستها ستها تابقى لها ثلاث ثلاث ٥ وهذا الى قسمته على سبعة ثلاث إذن بحل الوقت أن نضربنا ٤٢٦ و ١٨٧ و ١٧ و ١٧ و نغرق في الاختزال من الأول أن نختزل الأعداد من أحدها صغيرة وبالتالي ٦ إلا ضربتها في واحد ستعطي ٦ و ٣ إلا ضربتها في واحد ستعطي ٣ وما زال الاختزال وخاها كدهر الاختزال أكثر إذن ٦ على ٣ ستعطينا جوج العمليات الموالية نحولها ضرب إذن هي ٥٥ على ١٢ ونحولها ضرب ستعطينا ٤ على ٥ هذا قبيل القسم على ٤ يبقى ١ هذا قبيل القسم على ٤ يبقى ٣ هذا قبيل القسم على ٥ سبقى ٧ هذا قبيل القسم على ٥ سبقى ١ إذن أقول ليه باش نضرب ٥٥ في ٤ و ١٢ في المقام إلا نضرب ٦ في ١ ستعطينا ٧ و ١ في ٣ ستعطينا ٣ ونخرج في عدد مختزل لأن هذه أحسن طريقة للتحكم في هذا العدد هنا عندي ١١ على ١١ سنضربها ٣ على ١١ ثلاثة على ١١ إذن هنا كيبال ليه نختزل ١١ ستبقى هنا ١ وهتبقى هنا ١ هنا ٣ سنختزل ٣ ستبقى ١ وهنا نختزل ٣ ستبقى ٣ ستبقى ٥ إذن في النهاية هذا الرياضية اللي كنتعلمه فما في النهاية يخصنا نوضفه في مسائل فالتلميذ الكف هو كيبان في المسألة لأنك يوضف به هذك الشي اللي تعلم كامل دي الأعداد الكسرية ودي الضرب ودي القسمة ودي الاختيزال كلك يتوضف في المسألة المسألة هي اللي كتبيين المتعلم واش كف او لا لا إذن نقرأ المسألة اللي ولا يملك جواد مبلغاً قدره ٧٥ درهم اشترى معطافاً ٨ يساوي ٢ كيف نقول ٢ يعني ١ على ٣ ١ على ٣ ما يملك وصيروالاً يساوي ٥ إذن ٥ هي جوج على ٥ ما يملك إذن شنو فهمنا في هذا التمرين هذا في هذه المسألة بأن جواد عنده ٧٥ درهم ٧ ٧ ٧٥ درهم شربيها معطافاً وجوج أخماس شربيها سيروال السؤال الأول ما هو الكسر الذي يمثل ثمان المعطافي والسيروال إذن بطبيعة الحال معاً إذن سنجمعه شنو؟ الكسر الذي يمثل ثمان المعطاف يعني يجبنا نعرفه نحوله هذا بهنايك هذا عدد الكسرية نقوله بالحروف وهنا بالأرقام وهنا بالى المعطاف يجب أن نعرفه مال Daily ci هولا من المعطف السفل إذن هنا يجب أن ننتمع من كثير من السيروال ونجمعهم ونلقى واحد الكسر نهائي ما سنوضفه هنا؟ نوضف مجموعة الآداد الكسرية هذا هو مجموعة الآداد الكسرية هنا سنوحد المقام بشيء لاحظ سنوضف مجموعة الآداد الكسرية هنا 15 هو المقام الموحد هنا سنضرب ثلاثة باش نوصل لخمستاش خمسة خمسة ضربتها في ثلاثة نضرب واحد وخمسة سعطيني خمسة فاش ضربت خمسة باش نلقيت خمسة ثلاثة اذا سنضرب ثلاثة ستة اذا شن نهاية شحل غنحصل ستة زائد خمسة على خمسة اذا في النهاية 11 على خمسة اذا هذا هو العدد الكسري الذي سئلنا عنه في السؤال التمرين الثاني ما هو العدد الكسري ما هو الكسر الذي يمثل ما بقي عنده من درهم اذا دابا باش نلقى ما بقي عنده من الدرهم هنا غنستعمل ما يسمى بالوحدة اذا شنو كنعرف انا كنعرف بانا 11 على 15 هي هو عدد كسري من وحدة اذا باش نلقى الباقي خسن ندير واحد ناقص 11 على 15 اذا هنا غنوضف الفرق وغنوضف تقديم العدد الكسري حيث ان واحدة راحية كسمت ال 15 على 15 وغادي نقسم انها 11 على 15 وغادي تعطيني 4 على 15 اللي هو العدد الكسري الذي يمثل ما بقي هذا 4 على 5 يمثل ما بقي اذا في النهاية 1 على 3 من المال شرابه معطة جوج على 5 شرابه السرور 4 على 15 شبقات عنده ولكن هما كان عليهم يسولون سؤال اخر شحال بالضبط المبلغ اذا هنا اذا قالوا ان المبلغ نضربوا هذا في هذا يعطينا شحال بالضبط للفلوس ونضربوا هذا بهذا ونعرفوا شحاشر السرور ونضربوا هذا في 750 ونلقوا شحال تماء شحال بقي عنده من النقود اذا ننتقل الى المسألة الاخيرة تحتوي قنينة على 4 لتر من الزيت اعفون على 3 أربع من الزيت اذا هنا هاد المسألة غنوضفوها غناخده قنينة قنينة قل بانها كتحتوي على 3 أربع اذا شنو هي 3 أربع اذا نخسني قسمها على 4 وكتحتوي على 3 أربع اذا 3 أربع هي هذه هو هاد الجزء الملون بالأصبر يعني القنينة ما عامراش لو كانت عامرة تكون 4 أربع هي الوحدة هي الوحدة اذا هاد القنينة فيها 3 أربع استعملت ربات والبيتي ربعها اذا هاد 3 أربع ذات هي استعملات الربع ديالها ليس ربع القنينة اذا استعملت ربع استعملت 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 الربع ديالدك شلي عندها اللي بقى لها اذا هنا ما هو الكسر الذي يمثل ما استعملته ربات البيت بالنسبة للتر الواحد اذا هاد 3 أربع من اللي وذكر 3 أربع من اللي استعملت منه 1 أربع اذا هنا كندلو العملية ديالدك وبالتالي هنا شنوضفنا ضرب الأعداد الكسرية بطبيعة الحال اذا شحال استعملت سندروا الدرب 1 أربع سنضربوها 3 أربع لتر اذا ستكون 1 في 3 أربع 4 في 4 أربع 16 اذا ليتر اذا هاد شلي استعملت ديال الزيت هاد شلي استعملت ديال الزيت ربعة 3 أربع على 16 باش نمثلوها نقسم القرعة على 16 وغناخدو 3 على 16 بضيكون واحد الجزء بحلي هادا على 4 هادا 3 ديال ديال المستطيلات على 4 بحليستعملات قد هك ولا هادا كل ما يتعلق بمراجعة أو ملخص أو نسميه ربما دعم وتقويم وتوليف بالنسبة للترصد الأعداد الكسرية سواء بالنسبة للسنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة ابتدائي وإلى اللقاء